هجوم كبير تعرض لرئيس الوزراء الياباني شنزو آبي والسبب الطريقة اللي بيملأ فيها وقته في الحجر الصحي آبي نشر تغريدة ضمت هذا الفيديو المقسوم لنصين نص في آبي والنص الثاني أغنية لمغني ياباني شهير يدعى جن هوشينو ومثل ما شايفين بيظهر رئيس وزراء اليابان وهو يجالس على أريكا مع كلبه المدلل وبيلاعبه في لقطات ثانية يجالس بيشرب الشاي وبيقرأ في كتاب يعني كده كأنه هو جدا رايق وموده عالي وخلونا نقول نية سليمة حسب ما فهمنا من التغريدة اللي جات مع الفيديو كونو أرفق فيها رسالة بتناشد الناس البقاء في منازلهم لحد هنا الموضوع طبيعي لكن يبدو أنه رواغان آبي ما عجب البعض اللي اعتبروا استخدام الموسيقى وطريقة جلسة كلها على بعضها مثال على الترف والاستهتار بأزمة كورونا على العموم الموضوع كبر لدرجة أن بعض المغردين طرحوا على آبي سؤال وقالوا له مين بالظن نفسك وتحولت هذه الجملة لهاشتاغ وصل لقائمة الأكثر تداولا في المقابل دافع آخرون عن رئيس الوزراء باعتبار أنه من حق رئيس الوزراء أيضا الحصول على الراحة وقضاء وقت بدون عمل وعلى رأس المدافعين المتحدث باسم الحكومة اليابانية اللي قال أنه الهدف من المقطع هو التواصل مع الشباب للبقاء في المنزل خصوصا أنه حقق 350 ألف إعجاب يعني قصده باختصار أنه الفكرة وصلت ترجمة نانسي قنقر